أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على توطيد علاقاتها مع أسطونيا والارتقاء بها لآفاق أرحب في مختلف المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظره الإسطوني ألار كاريس حيث أكد رئيس السيسي توفق الرؤى حول تكثيف العمل المشترك بين البلدين الصديقين إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس كاريس أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات السنائية بين بلدين الصديقين فضلا عن رغباتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمرية وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس على استحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السنيين لاستشراف فرص التعاون لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية أسوى بالتعاون المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي تحظى فيه إسطونيا بخبرات متميزة كان هناك توفق أيضا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفع اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة ومنها التدريب الفني والزكاء الاصطناعي والأمن السبراني وطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون السلاسي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم أسطنية الصديقة للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر